مول صندوق الرفض الفنوى 668 مشروعا خلال العامين الماضيين شملت كافة المحافظات موفرة بذلك نحو 3000 فرصة عمل تكاليف تجاوزت المشاريع ما يفوق 66 مليون ريال عمني حيث وصلت نسبة سداد القروض نحو 92% واضح الصندوق ان 42% من المستفيدين كانوا باحثين عن عمل قبل بدء مشاريعهم واشارت الاحصايات ان 51% من اصحاب المشاريع هم من حملة شهادة دبلوم التعليم العام و 19% من حملة الشهادات الجامعية